شدد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على حرص الحكومة على تنفيذ توجهات رئاسية بوجود منظومة للمخلفات في شرم الشيخ وأن تكون مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة ولا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع شرم الشيخ جاء ذلك خلال اللقاء شعراوي بوزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومحافظة جنوب سيناء خالد فودة لمناقشة عروض بعض الشركات للعمل في منظومة المخلفات في جنوب سيناء وأوضح شعراوي أن المنظومة الجديدة للمخلفات في جنوب سيناء بوجه عام وشرم الشيخ بصورة خاصة لا بد أن تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ خلال وبعد فعاليات قمة المناخ كوب سبع عشرين باعتبارها في مقدمة المدن المستدامة والصديقة للبيئة والمدن الخضراء التي تحقق معايير الاستدامة في العالم اشتركوا في القناة